نريد أقوى الأسباب والسبل للطريف للسعادة الله يزا خير يزا خير الحقيقة الدعاء هو عنوان حقيقة يعني اللجأ إذا الله سبحانه وتعالى والركن كان الإنسان إذا الركن الشديد وهو الله سبحانه عز وجل يعني أنا أستغرب جداً للنسان يريد أن يبحث عن أهم شيء لديه وهو أبعد من يكون عن الله عز وجل يعني الواحد مننا لما يصاب بأزمة معينة يجد نفسه حتى الكافر دعوا الله مخلصين له الدين حتى يخلصون وقت الأزمة ونحن السعادة قضية القضايا عندنا فلذلك قضية الدعاء لا بد أن نحرص عليها يعني انظر مثلاً إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنيا التي فيها معاشي وأصلح لي آخرة التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لفي كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شاء كل الاحتمالات أتى بها النبي صلى الله بلجه إلى الله عز وجل أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك خيراً له في كل الأحوال في حياتي وفي موتي في دنيا وفي معاشي وفي آخرتي يعني نحن هنا حينما حقيقة يعني تربط هذه النفوس بالله سبحانه وتعالى أنفسنا ومن نربيها لا شك لا شك يعني حينما يقول الإنسان اللهم ما عني اللهم سعدني اللهم ربي أبعد عني ما أحس به يعني يزداد الإنسان ومن يجيب المضطرة إذا دعاه لاحظوا يا أخي الكريم يعني هذا قول الله سبحانه وتعالى كلام الله عز وجل أن من يجيب المضطرة إذا دعاه لماذا لا نري الله من أنفسنا ماذا؟ خيراً ونحن بيأمس الحاجة لهذه السعادة اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين لاحظ هنا الذي يبتعد عن الدعاء ويوكل نفسي طرفة عين لا تكني نفسي طرفة عين وأصلح لي شأن كله لا إله إلا أنت وضع العبد أخير سيدا نوار وضع العبد كل شأنه وحاله بعناية الله ورحمته هذا ملخص هذه القضية وهذه الوسيلة وأنا أقول يعني هي بضاعة يعني ماذا ستستغرق منه وقتاً هي تحتاج إلى هذا الدافع القلبي لأنه من أعمال القلوب الذي يترجمه اللسان في حقيقة وهو لجء الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مزيد من هذه العناعية مزيد 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 يعني ما أجمل ما أجمل ما أجمل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده في غزوة بدر حتى يعني يسقط الرداء من على كتفيه عليه الصلاة والسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد نحن كيف نستطيع أن نحقق السعادة ونحن بعيدون عن الله سبحانه وتعالى الدعاء عنوان الدعاء هو العبادة كما جاء بالحليف هو العبادة هو العبادة هو عين العبادة وحقيقة العبادة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة